أنت كنت مرشح مدرب عام مع المسلماني وقبل النادي الأهلي في الميديا بس لكن ما أعتقدش ده يعني ما حدش تتكلم معي أنا لقيت اسم من مطروح في زي أسماء كتير أطرح ولو جالك تقبل؟ لا ليه لا؟ لا 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 يعني هي مرحلة مش النادي الأهلي بيتك والمفروض طبعا بيتكس في مرحلة في وقت معين كنت ممكن أبقى مدير فاني النادي الأهلي أو مدرب عام مع حد كبير في مرحلة معينة الوقت خلاص أنت تحطيت في المكانة لأ أنا مدير فاني وبقدر أخذ أي نادي الحمد لله عندي المغدرة اللي أنا اشتغل في أي حتى الشغل مع المنتخبات سنين طويلة خلاك تبقى بعيد اللي أنت تبقى ماسك في النادي الأهلي أكيد أكيد فترة سبع سنين كتيرة يعني قبل بروح المنتخب كنت مدير فاني لما روحت المنتخب مع كابتن حسن قعدنا فترة طويلة بس كلها نجاحات ما تدرش تمشي يعني النجاحات مع استمتاعك في العمل يخليك تقعد ممكن تكون قصرت شوية بس الحمد لله هقت ورجعت السموحة مسيكة في فرقة اشتغلت شوية مع كابتن شاور ورجعت بعد كده بقى مدير فاني وأكتر من النادي الحمد لله متواجد بالسحة بشكل كويس الحمد لله الهلال السوداني فريق كبير في أفريقيا أكيد حققت نجاحات ومشيت ليه؟ حصل مشكلة مع رئيس النادي السابق أصلاً الهلال فترتين فترة الأولى اللي هي من سنتين كنا مشيت كويس جداً في الدوري أول دوري ومشيه في أفريقيا بشكل كويس جداً بس حصل مشكلة بعد النجم السحيلي سيبنا النجم السحيلي برا فأنا رجعت عندي اطنوح كبير قوي بعد ما رجعنا قلت الإحساس اللي عندي دوت لازم يكون منقولة عند الإدارة وعند اللعيبة فجأت بحاجات طبعاً كنش عارفة إن في عقود انتهت 8 لعيب أساسيين ما جوش معايا تمرين حوالي 8 أيام قبل المباراة وكان فاضل يومين على المطش فدايتي جداً في حاجات كتير جداً في العقد ما تنفذتش والأكتر حتة اللعيبة ما ينفعش أنا في يومين هجهز اللعيبة للمباراة صعبة جداً وانت بتخوض بعايز تحقق ذاتك وحقق أهداف للنادي اللي انت تبقى متواجد وكان هتبقى المنافسة بينك وبالنادي الأهلي قوي جداً مين يصعد من المجموع ومع النجم السحيلي طبعاً اتغلبنا المباراديات اللي كانت في السودان كان فيه طلبات كتيرة جداً عند الرئيس النادي ما حققهاش مه فاختلفنا انا بنزل اجازة يومين بعد كل مطش سبباً اجازة وجدها المحتوض وتذكرة من نادي والعربية بتوصلني فوعيتي بيه طلب لك كروب المدرب انا مهربت كانت ممكن عليش في المضع قضي أنا مافيش حد سألك السؤال ده بس أنا عسالولك صابيح اه أنا خالص في الإعلام هنا أنا كسبت القضية يعني كسبت القضية بتاعت الهلال السوداني